تمرد الأطفال ودخولهم في حالة من العناد مع الأهل حالة نرها بأشكال كثيرة في حياتنا اليومية داخل بيوتنا يضع المتخصصون تعريفا لتمرد الطفل بأنه سلوك عدواني يقوم به ليعبر عن رفضه لأوامر والديها ويظهر هذا السلوك بشكل واضح في السنوات الأولى من عمر الطفل حيث يحاول الاستقلال بنفسه والاعتماد على ذاته لفعل العديد من الأمور الخاصة به ليثبت أنه قادر على تسيير أموره مثل الكبار ويؤكد الخبراء أن هذه الحالة تزعج الجميع من حول الطفل ولكن سببها الرئيسي هو المكان الذي يقضي الطفل فيه معظم وقته وهو المنزل ويضع أخصائي التعامل مع الأطفال العنف والنقد المستمر أو التدليل الزائد بأنهم أسباب رئيسية لخلق حالة التمرد في نفس الطفل لأنه في حالة تم انتقاد تصرفاته بشكل عنيف أمام زملائه وأقاربه مع عدم إتاحة فرصة للاستماع إليها يصل الطفل لمرحلة أنه يعاند أي أمر يوجه إليه وكذلك يشعر بالتوتر والرغبة في افتعال المشاكل دائما وأجمع المتخصصون على أن الحوار والاحتواء وإعطاء الطفل مساحة من الحرية والتعامل مع منهم في نفس مرحلته العمرية وتجنب الشجار والعصبية بين الوالدين جميعها أساليب فعالة لتربية طفل سوي قادر على الابتكار والتفكير ليكون فردا مؤثرا في بناء المجتمع